دعا ودير البترول والثروة المعدنية طريق المل القطاع الخاص لزيادة مشاركاته في الفرص الاثثمارية التي توفرها صناعة البترو كمويات وما تحقق من قيمة مضافة حيث شهدت صناعة البترو كمويات والكيمويات والأسمدة تطورا مرحوظا خلال الفترة الماضية مما انعكس إيجابيا على ارتفاع صدراتها خلال عام 2021 إلى نحو 6 مليارات و700 مليون دولار بزيادة نسبتها 45% عن العام السابق بما جعلها من أهم عوامل الطفرة التي حققها إجمالي صدرات مصر خلال العام وجاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول وأعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابدة للبترو كمويات عن العام المالي 2022-2023